السلام عليكم أخواتكم مرحبا بكم في فيديو جديد بعنوان غلطة سرى يقطع الطريق على زياش لكي لا تستفيد منه الأندي الأخرى قبل ما ندخلوا التفاصيل بغيتكم تديروا جيم الفيديو وشاركوا القناة وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بكل جديد إن شاء الله أعلن نادي غلطة سرى التركي لكرة القدم السبتة شراء عقد الدول المغربي حاكم زياش من تيسي الإنجليزي بشكل نهائي ليقطع بذلك الطريق على الأندي التي كانت ترغب في الاستفادة من خدمتها وأكد غلطة سرى في بلغة رسمي نشره عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أنه حسم تعاقده مع زياش بشكل مجاني وأوضح الفارق التركي أن الدول المغربي سيتقاد أجرا موسميا صافيا قدره مليون وثمانمائة وخمسون ألف يورو لموسم 2024 و2025 بالإضافة إلى ذلك ووفقا للاتفاقية إذا تم تحقيق خيار التمديد المشروط فسيحصل على راتب موسمي صافي قدره مليون وثمانمائة وخمسون ألف يورو لموسم 2025 وخد حكيم زياش 23 مباراة مع غلطة سرى الموسم الماضي في جامع المسابقات سجل خلالها عشر أهداف وقدم أربع تمريلات حاسمة يشر إلى أن زياش عانى الموسم الماضي من إصابة أبعدته عن الملائب لأسابيع علما أنه هذا الموسم كان مطلوبا في أندية عربية وأوروبية قبل أن يحصن غلطة سرى الأمر بضمه بشكل نهائي